موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد لسه متكلم على معادلات ديناميك اريد جديدة الفيديو رقم 9 مش محتاج افكرك ان المعادلة دي بتشتغل بس مع اوفيس 365 او مايكروسوفت 365 لو عندك ايه فيرجن تاني من اكسل مش هتشتغل عليه المعادلات دي النهاردة هنبص على معادلة صورت باي ونقارن بينها وبين معادلة صورت هنشوف امتى ممكن نستخدم صورت وامتى ممكن نستخدم صورت باي و هنشوف كمان باستخدام المعادلتين ازاي ممكن اعمل فرز او ترتيب على اكتر من عمود في المثال عمدي بتاع النهاردة عندي جدول صغير موجود في اسامي الموظفين تاريخ التعيين ومرتبات الموظفين دول المطلوب ان اعمل ترتيب على حسب عمودين من العواميد الموجودة في الجدول ده العمود دولها عمود السالري و بعد كده عمود الاسامي يعني بمعنى اخر مطلوب ان ارتب الجدول ده حسب المرتبات ترتيبا تنازليا او يعني المرتب الكبير يظهر في الاول وبعدين الاقل في الاقل ولكن الاسماء تمشي حسب الابجدية ترتيب تصاعدي يعني حرف الا بدأ في الاول بعد كده حرف البي وهكذا وانت نازل مطلوب ان انا اعمل كده مرة هنجربها بمعددة صورت ومرة هنجربها بمعددة صورت باي ليه عايز اجربها مرة بصورت ومرة بصورت باي لان في المرة الاولى هعمل ترتيب للجدول بالكامل وبالتالي ممكن استخدم صورت ولكن في المرة التانية عايز اعمل ترتيب حسب السالري برضو وحسب الاسامي ولكن الجدول حيظهر فيه بس الاسم والهيرنج ديت من غير السالري نعتبر مثلا ان المعلومة دي ممكن تكون معلومة سرية مقدرش ابعثها للناس كلها فهعمل الترتيب ولكن من غير ما يظهر السالري بتاع كل موظف على حدة حبدأ بإيكول وبعين ابدأ اكتب صورت اس او اول معادلة ظهرتلي فوق هي معادلة صورت حدوس على تاب حيكتب صورت ويفتح لي قوس تعالى نمشي على سكرين تيب او التعليمات اللي موجودة على السكرين اول حاجة محتاج الري الري هتكون الجدول بالكامل ولكن من غير الهيدر هختاره كله بالكامل كما عشان اروح على الطلب اللي بعد كده مطلوب مني بعد كده السورت اندكس خد بالك انا عايز ارتب باستخدام عمودين يعني عندي اتنين سورت اندكس عشان اعمل كده ممكن اعملها عن طريق الكيرلي براكت القوس المعقوف او القوس الملوي لو فتحت القوس الملوي ده وابدأ جواه اكتب له السورت اندكس السورت اندكس ببساطة ما هو الا سؤال بيسألك فين الرقم العمود اللي انت محتاج تستخدمه علشان تقوم بعملية الترتيب اللي انت هرك شايفه هنا جدول فيه ثلاث عواميد واحد واثنين وثلاثة اول ترتيب هيكون باستخدام اساري فاول حاجة هتكون ثلاثة وبعد كده كما الترتيب اللي بعد كده هيكون على العمود الاول او عمود اللي فيه النام فحكتب واحد وبعد كده اقفل الكيرلي براكت اعمل كما عشان انقل على الطلب اللي بعد كده السورت اوردر عايزه تصاعدي او تنازولي خد بالك ان انا عندي هنا عمودين فبالتالي لازم كمان اديله حاجتين خاصة انا عايز حاجتين عكس بعض عايز واحدة تنازوليا والتانية تصاعديا نفس الحكاية بالزبط هفتح كيرلي براكت وابدأ اكتب اول واحدة عايزها ترتيب تنازولي هتبقى والتانية محتاجها تكون ترتيب تصاعدي فحكتب واحد وبعد كده اقفل الكيرلي براكت وبعد كده اقفل القوس بتاع معادلة سورت وادوس انتر ادي حضرتك بالزبط اللي انت تطلبه المرتبات الكبيرة ظهرت فوق والمرتبات الصغيرة تحت وجوه نفس الناس اللي بتاخد 12 الف هتلاقي حركة مترتبين ترتيب ابجادي احمد ايهاب نصر بعد كده عندك اتنين بياخدوا ماريام موريهام ترتيب مظبوط بنفس الطريقة تعالوا بقى في الجزء التاني نشوف لو عايزين نعمل الكلام ده ولكن من غير ما نظهر الساري ممكن اعمله عن طريق معادلة سورت باي يلا نكتب مع بعض equals وبعدين s o r t عندك سورت باي هي تاني اختيار انزل سهم التحت وادوس تاب وتعالى نمشي على تعليمات الشاشة او السكرين تيب اول حاجة قريب اخد بالك انا مش عايز ساري يظهر فبالتالي هاختار اول عمودين بس من غير العمود اللي فيه الساري وبعد كده كما الطلب التاني باي قريب قريب باي اللي حرتب بيها اخد بالك الاري المراضي موجودة برا الجدول اللي حرتبه مفيش مشكلة خالص وهو ده ميزة سورت باي اقدر اختار العمود بتاع الساري مفيش مشكلة اعمل كما عايز السورت اوردر بتاع اول عمود ارتبه تصاعدي ولا تنازلي احنا قلنا ترتيب تنازلي بالنسبة للساري يبقى ماينس ون وبعدين كما ممكن ارتب باري تانية فين الاري التانية هتكون المراضي هي الاسامي اقدر اختارها مفيش مشكلة كما ترتيب تصاعدي ولا تنازلي تصاعدي فحدوس على واحد واقفل القوس ودوس انتر بالضبط نفس النتيجة اللي انت حرك عملتها باستخدام سورت ولكن من غير العمود بتاع الساري كده فهمنا الفرق ما بين سورت و سورت باي ميزة سورت باي ان الاري اللي بلاتب بيها ممكن تكون مستقلة تماما عن الجدول اللي بعمل له عملية الترتيب وبالتالي اقدر اظهر او اخفي جزء من الجدول لو المعلومات موجودة في الجدول كبير ولكن خد بالك لازم يكون طول الاري طول العمود اللي باستخدمه في الترتيب يكون مساوي بالزبط لطول الاري لو استخدمت حاجة اصغر مش هيقدر يشتغل معاك بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا جدا لوقتكو وقبل ما يسيبكو لو سمحت اشترك في القناة واعمل لايك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق واشوفكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته